التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع وشدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية بدوره أكد العاهل البحريني على الحاجة لإرساء السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات بحث مجلس الأمن الدولي الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ودعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أنروا وخلال الجلسة قال مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبدالخالق أن استمرار دور الأنروا مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي كما طالب مندوب مصر بإجبار إسرائيل على وقف سلوكها العدواني تجاه موظفي الأنروا من جانبه أعلن المفوض العام للأنروا في البلازاريني أن الوكالة تعد قوة استقرار في المنطقة كما أنها العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة وأكد لازاريني أن هناك مجاعة وشيكة بالقطاع وأن الأنروا تواجه حملة لإبعادها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن إسرائيل تسعى إلى إنهاء أنشطة الوكالة استشد سبعة فلسطينيين بينهم سيدة وثلاثة أطفال في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف أرضاً وغرفة سكنية تأوي نازحين في رفح جنوب قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفاً استهدف نازحين شرق رفح أسفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخيام وواد العصافير في القطاع الشرقي من جانبه أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثاميني 11 شهيداً من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أسفرت عن 520 شهيداً وجريحاً ومفقوداً خلال أسبوع واحد يكتمع مجلس الأمن الدولي غداً الجمعاء للتصويت على طلب السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقدة الفيتو يعقد مجلس الحرب في إسرائيل اليوم اجتماعاً لبحث الرد على الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك ضغوطاً دولية على إسرائيل كي لا تتخذ خطوات تصعيدية تؤدي إلى انزلاق المنطقة لحرب واسعة من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير أنه يجب حل مجلس الحرب وتغيير السياسة الاحتواء والرد المحدود عقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في العاصمة البلجيكية بروكسل قال مجلس قادة دول الاتحاد في بيان أن التكتل سيفرض المزيد من العقوبات على إيران على خلفية الهجوم الذي شنته في الأوانة الأخيرة على إسرائيل خاصة فيما يتعلق بإنتاج المسيرات والصواريخ وندد القادة الأوروبيون بالهجوم الإيراني وأكدوا مجدداً التزامهم بأمن إسرائيل داعين في الوقت نفسه جميع الأطراف بما في ذلك لبنان إلى منع حدوث المزيد من التوترات قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن المجلس سيجري تصويتاً طال انتظاره على تقديم الدعم لأوكرانيا وإسرائيل بعد غد السبت وأوضح رئيس النواب الأمريكي أن تقديم نص مشروعي مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا سيكون اليوم وكشفت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي أن القيمة الإجمالية لمشروع قانون دعم إسرائيل يقترب من 26.38 مليار دولار منها تمويل يغطي تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية رداً على الهجمات في الأونة الأخيرة كما كشفت اللجنة أن تشريعاً آخر سيجرى بمجابه تقديم 60.48 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً تقديم 60.48 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً